واحد نار قاسينا في الشامبر مهداوي يتكلم من البعض تشير عشر سنة مالك النقد كده النقد محكمة النقد ده لا علم جيب الموظف تسيجن مدير خدام تسيجن رئيس المعقل خدام مهداوي خدام انا تجعل مين في الدار بيدا؟ شوو اخوتي المغالب اشكا يقولكم ما تشيره مهم خرجوه القوطة دي الدار بيدا عاوض ما قوطة دي الدار بيدا هادرو علم يلفات الكازا واللي بالملايين هادرو علم هداوي جيبوا المحام والمبعض اراملكات هادرو علم هداوي البرلمان الاوروبي هو اللي ديرينا هاد المشاكل كله اللي كينا فالمغرب ياك او سادة؟ سادة الخبراء هاوليش كايقولكم مؤسسات والتي عدنا ف المغرب مشلولة عاجزة نجلو لطلعفوا البرلمان هااااااااااااااا البرلمان هااااااااا الاحزاب تفضل عدم ذكر اسميته مني خايف إذا أنت كنت تكون مع المعزى ومع الديب بهذا المنطقة ربما اسمح ليها هذة اللغة ما عجبتنيش أخوتي المغربة حياكم الله أينما كنتم داخل المغرب وخارج المغرب أولا كان سحب التضامن ديالي مع واحد سيد ما غنسميشي اللي شركت معها الطعام شركت معها الطعام قال واحد العبارة النابية في حقي امرأة مغربية وقواعد الإنسانية والأخلاق وكل شيء احنا ما كنتسمع هناش نقولوا كلام نابي على المرأة المغربية بيصار في النظر عن وضعيتها والحالة اللي هي فيها السياسية والاجتماعية والدولية والوطانية لا يهمونها ولكن ما نسمحوش استعمال العبارات النابية ما بغيش ندخل في تفاصيل بزيف في هذا الموضوع وكوني درت واحد الموقف تضامني مؤخرا مع واحد سيد بمنطقة عدة توازي الأشكال كنسحب هذا التضامن لأن الموقف درته بإعاز وبيحسي الأخلاق عندك السيدة تبات لديها أنها أساءت إليها فعبرت على التضامن ديلي أعلانية في القناة وبنفس المنطقة لقيت إساءة أخلاقية على نفس القدر قاعدة توازي الأشكال والأخلاق وبالنفس الموقف كنت لزمني اليوم نسحب التضامن ديلي هالتضامن اللي هرسوا هالسيد بهذا العبارة النابية بقيت لي واحد العبارة غنقولها لهذا السيد ولي المغاربة ولي كل واحد كيتفرج فيها في هذه الحلقة شوفوا أخوتي المغاربة سيادنا وجوادنا وجدودنا ووالدينا واللي سبقونا خلونا واحد الحكمة واعرة ولشتي علي ي tallow haciendo delle yم يلي اهميتها أعمل ذلك من耐دم الزين بن Mills wine بتو نعرفه زين مشي من هي كل تعامل مع الخين معشي من هيك تجاهل معال سمعوني مزيان ما بقيت من أنكoths verse ciud التي تكون مع الزين مع الزوين عيبقى الذين معلمو أعمل الزوين بحي لا بين يعلموه أروله هكذا بخصية والأخ attent الحل عندك أسمع الخير أبركر العيد آعة أناnek ولكن علش انا زوين مع هات سيد؟ عمشو نشوفو الاخر؟ كنلقى هو من اللي بشات مرشيط طبيب دهاليات طيب ودار معي وكيسلفني كله شهر واش قطر نقول انا زوين لا حيت هو الاخر زوين وعلش اذا ما نفهموش الزوين ولكن يفوقش كنعرفو بلا انا زوين مليك يكون الزوين كيتعامل مع الخايب هادا خايب كيدين الشرف الزوين والزوين كيبقى دريف هادا الخايب كيدين الخيوب والزين كيبقى زين هادا وانسان زوائر كعرفش العيب عندو قيام حاكمة راح هاد الخايب دالوا حسي يتكلموا لك هذا ونزلوا القولوا الكلام كل شي وما تبقاش حدود في النقاش اسمح لي اذا احنا كنكونوا زويني وكتبانز مع الخايبين اذا هادا هو المحدد باش نحكموا على الناس البرلمان الاوروبيو سمعوا اليوم حلقة في غاية الاهمية وانا والله رب ليش اهداليا وانا كالحضار مع راسي احتعار في البشر بعضهم تشتول هجوم اللي كنا علينا هادا الايام كيدينوا فيديووات وكلا سكولوا المونتاجات وهاجمين عليها على ماشي مشكل دي ضريبة البلاد وحب البلاد كان ضرف هاد الموضوع هو انا قلبي كيتقطعها ورب يشاهد عليها دي بلاد كنا نبغي نسمعليها الخبار الزوينة ولكن مني كنا نقشوا الخبار الخايبة مش باش نسئولها لا باش نصحوا حيات كنا واحد الفلسفة ولات في المغرب خطيرة غانا اعتقل بنادم وعندي الاعلام وعندي الصفحات وعندي الخبارات يخرجوا وكيبروا الاعلام الاعتقال كله خطأ متهلا كله كده ولكن هاي خرج الموقع يقول لا كيولي دك بحلم يضلى دك الاعلام وكل الخبارات يفسروا والحقوقين والمحامون كيدافعوا وما كان قادروا شو نصحوا وهذا الوقت هاي تقول لي ولي كيف المغرب اليوم هاي فلسفة دي الاشتغال لي كيف المغرب جلالة المليك قال واحد كلمة رائعة قالك اريد الحقيقة ولو كانت قاسية انا انا اغنشست ارادة ملكية المليك قال لي وانا واحد من المغربة اعطيني الحقيقة ولو كانوا خد كون قاسية غيرت كوني تكزوين ما غيرت صلحة مزيان مكنت اشي مشكلة اليوم هنقولوا حقائق قاسية صوت البرلمان الاوروبي اليوم الخميسة بالاغلبي على قرار يدين استخدام السلطات المغربية لمزاعم الاعتداء الجنسي كطريقة للدعي الصحفيين عن اداء عملهم مع حدتها على احترام حرية تعبير اسمعوا المغربة فمن اصل 430 صوت برلمانيا صوت 356 عضو لصالح القرار وصوت بالرفض 32 عضو فيه حين امتنى عن تسويس 42 ويحط قرار البرلمان الاوروبي السلطات المغربية لاحترام حرية تعبير وحرية الاعلام وتوفير محاكمات عادية للصحفيين المسجونين ولا سيما عمر الراضي سليمان الرسولي توفيق بوعسين مع المطالب الافراج الفوري عنهم كما يطالب القرار السلطات المغربية بوضح حد لمضايقة جميع الصحفيين في البلاد وكذا محاميهم وعائلاتهم وفي ذات الصدد طالب القرار الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بالتوقف عن تصدير تكنولوجيا المراقبة بما يتماشى مع لائحة استخدام المزدوج لاتحاد الاوروبي كما عبر البرلمان الاوروبي عن قلاقه إذا التهامت الموجهة للمغرب بخصوص قضية الفساد التي عرفتها المؤسسة الاوروبية مطالبا بتطبيق نفس الإجراءات المطبقة على ممتير قطر وأكد الالتزام بالتحقيق الكامل في القضية ومعالجة قضايا الفساد التي تسعى لشراء النفوذ في البرلمان الاوروبي من طرف دول من خارج الاتحاد وخلص القرار إلى دعوة الاتحاد الاوروبي والدول الأعضاء إلى مواصلة إطارة قضايا الصحفين المعتقلين والسجناء السياسيين مع السلطات المغربية واستخدام نفوذها للسعي إلى تحسينات ملموسة لحالة حقوق الإنسان في البلاد غنقول واحد الإشارة باش نطلق في النقاش وغنقول لكم واحد الحاجة بعدها قبل تمال أخوتين مغاربة رف هاد البلاد وفي العالم راك كي الناس متخلطين كي الناس منوعين كي اللي يولي بكسوء كي اللي بغي كيف هادرت كيف هام راحش حال مراك نقول لأسائل كي ما كتلقاش واحد غبي متيفهمش غبي بحال واحد المرة ما تلك نقول لنا ما عقلش رقيت شي فيديو عب الصدفة تنقول لهم أنا ما كنبغيش نظر لهذا الموضوع ولا كهذا هو المهداوي كنبغي واحد اللي حس فيه التوازنات فيه البلاد فيه السياسة كيشد كلامك لأنه دول المستوى غبي بكيف هامش ده بغي نقول واحد هادرت حيث عارف ما يقطعوها تاني والمهداوي شحال مراك تلقاوا المغريب كي نجبت بحال مثلا مؤخرا هات الشي ديال البرلا مع الاوروبا يا راكان ديجا شي حاجة شي مسؤولين الدولة علش بكيف ن task علش زي ما فنظركم علش حيث المغريب ماش يو O in Canada في موارسة الصحافة دا بعد الأغبياء واسمحول اللي حيث كان حيث أغبياء الالعدميين خستو تدير لول موارسة الصحافة خستو تدير لول الممارسة ديال الصح الف دير كندا وظيف المغريب كندا ما فيها ش فيها الش الأوبينة اللي عدا وديلو تمارسة ديال الصحافة الماره شد خشي ماش يك مش حاجة نخافه من الحبس نحن نحافظه من فعو بلادنا شوية مش نتاعره بحلشي واحد كيدير شعومة ديال البانيو كيديره في البحر ولا البحر ولا شي حاجة صورة بحلاكة راح بعض المرات انا عداش كنت تعيشكم هذه الاشارة كينا قضايا كيتار فيها المغرب وما كنبقاش تابع جميع القضايا والمسؤولين وكادا هذا البر هلاش كنعطي واحد الصورة حاجة كين المغردين انا المهداوي راح ما شير مترباص وكينتاقى مع اللي بنتلو في المسؤولين ديال الدولة راح ما كان هدارتك نستشعر شي حاجة خطورة كنبقنا قوس خاطر كنبهم الموقعي راح ما كان تبع الجميع الميل فاتش واللابيب والاشارتي يفهموا عن زيش نطول فاتش حيث كين واحد الجمهور كنعرفو داتي وكيفهمنا وكيفهم رسائلنا زياد وسمعو دب هايس بريس خرجت مقال الزميلة هايس بريس دارتدور هالصحابي وإحنا قد تفعلوا معها على غير العادة فتح البرلمان الأوروبي بعد على غير العادة هلنا السؤال عيش غير الغادة شنو الجديد اللي وقع في المغرب حتى تفتح ميل في حقول إنسان بريس هاد غير على غير العادة عدا جوش أولاد شي جيها دخلته دار كيجي أخرى أن الأمور وصلت المستوى خطير الناس الأوروبيين كانوا هذي 25 عام ما الأوروبية اليوم عادت تبدله شنو قعلهم شنو الجديد هالي اليوم هالجيهات المعادية كانت أطر في البرلمان الأوروبي كنت أطرت في هذي 25 عام هلش غير العادة شنو الجديد عندنا داخليا هنا هدوه على غير العادة ميل في حق الإنسان وحرية التعبير في المغرب حيث عبر النواب الأوروبيون عن إدانته من الوضع الحقوقي في البلاد وهو الأمر الذي رابطه مصدر بسياق الحمل الأوروبي لتستهدي في الملكة وأشار مصدر آتر عدم ذكر اسمي إلى أن المغربية تعرض لهجوم إعلامي لا هودة فيه على أساس مزاعم بعدها هدوه لا تسيده لماذا يعطيه أول من حقه؟ وليس كنت مصدر لا تكشفش على اسمي إلى أن يكون قاعدك شي خبر؟ حتى نسكب وما بغيش يبال في وصل الإدارة مع المرؤوس دياله دبعا أنتك تكذف على المصالح المغرب لماذا لا تكشف اسمي إلى اسمك؟ أنا بغيت نعرف غير هذه بعدها وأشار مصدر تفضل عدم ذكر اسمي إلى اسمي إلى إذا كنت تكون مع المعزى ومع الديب بهذا المنطق ربما اسمح لي يا هدو اللغة ما عايش بتنيش وإما أنت تخدم على الأوروبيين خايف لا يقطع لك شي مساعدات ولا شي ولا ربما كتدين معهم شي استشارات وإما هذا المصدر هذا ماكيش واحد أي شيء من حقنا نسوله أنا أنا صحافي أنت تكذف على المغرب لو قلت شي حاجة كتسيئ للمغرب تقدر نقوله السيدكي خاف من المتابعة القضائية والعايشة المغرب والسلطات المغربية ربما تقدر تتابعوها أنت تقول شيء لي فائدة المغرب وعليش ما غيرت يدكر اسميتك وغيرت استافد إذا ذكرت اسميتك لك غيرت استافد ما فهمت شديدك عدم ذكر اسمي شكون هو بعد هذا؟ شكون هاته شخص اللي ما بغيرتش يدكر اسميته ما بغيرتش يكشف الصيفة دياله صيفته شنه؟ شنو هاته السيدة ده بالضبط خابير فاش وأشار مصدر أثار عدم ذكر اسمي إلى أن المغرب تعرض بهجوم إعلامي لا هوادة فيه على أساس مزاعم تفيد بأن بلادنا تقوم بإجراءات للتأثير على القرارات الأوروبية لا سيما داخل البرلمان الأوروبي بشأن مواضيع تتعلق بمملكة السحراء وأشار المصدر ذاته أن المغرب دقابة مثله ومثل جميع البلدان على الدفاع عن المصارح في السياق علاقاته مع مختلف شركائه الأجاري وإذن الإنجازات التي تتحقها المغرب هي التي تزعج بعض الأطراف وتشيروا ضد فعل وتتيروا ضد فعل مناورات غير مناسبة وغيرهم ومثل إنجازات التي وقُحها المغرب ترين إنجازات لا يمكن أن نقولها إلا جاعة أحنا كنقولها صحيح لدي أسؤال وما هي المغرب اللي تدين إنجازات؟ كبير دول فين وصلت خصوصا في آسيا دول فين وصلت في نبال المغرب دول ولكن يمكن بالأوروبية علش ما كثير سيراء معها وتتعادлюс وما هي المغرب اللي تدين إنجازات في كل الأرضية بشي يكون هيتو تربص بها أوروبا ومربص بها أمريكا و الكون و التاريخ و الداخل و كل شيء حاضي المغرب على هذه المنزلة هذا سؤال و أشغيل المغرب لحق إجازات في 20 عام لأخرى سؤال إليك كانت في الكورة الأرضية الواحد لحق إجازات ستجام عليه 392 برلمان و أوروبا كلها ستجمع عليه و رب الزب تدول حقه إجازات و مدينه فيهم شخص واحد لماذا حجم عندهم؟ مش معتقالي الصحفي في العمس حجم عندهم مش الدبابات حجم عندهم مش مزاف دين المشاكل كيف هل أنت تقدموا لك يخش؟ قالتوا إحنا هذي كاستهداف باش أي نقاش عيوض ما نطوروا بلادنا ممكن نغلطوا إحنا أخي عدنا البنية تحتية عدنا جي جزوين عدنا 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 شي ماجر ما خدمنا شي مزيان و نتقبلوا الملاحظة دي لبرلمان الأوروبا بصدر راحبوا إحنا جزء من الأسرة الدولية هل يش كل شيء كان عطيه طابع المؤامرة؟ نحن مستهدافون و ليش إحنا نمستهدافون في هذه كورة الأرضية؟ و الهدف من هذه المناورات يضيف المصدر اللي مكشفش على اسميته إبطاء الديناميات الإيجابية شهدتها الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوروبا العالم مغرب اللي عنده شاركة مع الاتحاد الأوروبا ما أقول إش حاب الدولة هذا الاتحاد الأوروبا ليست هذه المال الأولى تتعرضه في المملكة لهجمات وقص وتهدف إلى إدعافها وتشوي سمعتها داخل برلمان الأوروبا واحد السؤال دابا شي جيهات ما دخلت في البرلمان الأوروبا ياك رشاته ولا دورت والناس رمعتقين على رشوة بعد أحد البرلماني ولا شنو دابا دابا هاد الإيساءة هادي طب حد ديك المرة داك المحامون اللي قال لك الأم المتحدة مع عشرين رشيوية الأم المتحدة شدت الرشوة والعادة شكونا عيد بط هاد شي شكونا عيد بط هاد شي في المغرب برلمان الأم المتحدة خدت الرشوة خلق لك مشكين مع مؤسسة دابا هاد الناس اللي بشي وعد برلمان الأوروبا يقنعوه شنو دوروا معاك هنا مصالح أنا مشي معاكم بهات السلوك هذا أرى أن السلوطات دينا المغربية سؤال هاد الناس المعاديين للمملكة في أوروبا اللي قادروا يوصولوا البرلمان الأوروبا يؤطروا عليه علش انتو من المسؤولين ديونا ما قد ديتوش تأطروا الموقف يصالحكم علش غلبوكم في السيرعة إذا انتو مكتش خدموش مزينا إذا ضعف إذا ما قد عرفوش تمتلو مصالحنا وهانتو ما تحتوضب هاد النقاش خاطئ يا رقي ما تدركينو إذا كانت هاد الموقف الأوروبي ناتج دير جيهات معادية قلبت الموقف عن سولك عنقولك أخويا علش انتما شو نعطيها ديك الجيهات تعطيها تنتا دير اللي بغا وتأخذك توصل علش فشلتي قدام ديك الجيهات ليست هي المرة الأولى التي تعرض في المملكة اللي هجمت وقصوة تهدفوا إلى إضعافها وتشويص معتها داخل البرلمان الأوروبا ليش هاي تشوه هاد 392 برلماني كل هم هاي شوهو المملكة المغرب 392 برلماني كل هم عندهم نفس العقلية مانك يفكروش برلمان أوروبي هذول القور زعمه كيقراه حيس هاي زعمه هاد الأوروبيين صور لهم غامره قيام قارير الجهالة قوله همش هي واحد تجوغلهم هارتو كيفاش هاكوش هالخصصهم هات الصورة زعمه واعتبر أن المغرب أصبح هدفا من قبل مجموعات معينة تعمل داخل البرلمان الأوروبي في خدمة أجندة خفية يا وعلش ما نفتحوش هاد الجهة شكولية وندلوا بها دعوة وقانون الدولي ركاينة وعلش ما نقولوا شكولية جهة إعلامية وعلش هاد الجهة المعادية المغرب مقداناش نضعفوها كدولة علاش نفكي الخالق أن المغرب لا يقبل هذه الحملة الإعلامية السياسية البغيضة وغير الموررة ويشدد المغرب على أن تعزيز قواعد الشفافية داخل البرلمان الأوروبي يمكن أن يكون مفيدا فقط لتجنب بعض تجاوزات متل شكيل مجموعة مشتركة حول الصحراء وقال نبيل أندلوسي خبير في الشأن الدولي هادك شف على اسميته شكول هاد نبيل لاي ما عرفته بالله نبيل أندلوسي قال نبيل وقال نبيل أندلوسي خبير في الشأن الدولي إن وجود لوبيات تستهدف مصالح المغرب سواء بالبرلمان الأوروبي أو غيره مسألة لا تدعو إلى استغرام لأن الشغال الدول في علاقاتها الخارجية بقوة الضغط والقوة النعمة أما معروف في العمل السياسي نحن أقدر قوة الضغط الضغط عندنا في المغرب وابرز أن وجود مصالح ومصالح مضادة بالنسبة للدولي يفسر وجود هذي المحاولات والحملات موردا أن الخارجية المغربية مطالبة وتصدين لهذا الاستهداف عبر الآليات والوسائل الممكن لخلق نوع من توازن MengRe هنا معك هذي بزيانة يالله إذا الخارجية المغربية مطالبة بتصدين لهذا الاستهداف وتصدين له الخارجية المغربية كيف حتى تصدينه sandbox مت Sofia Self Neva يخرج ذلك الموقف ذلك التصويت. ما تقصد تصدير قبلي. ماشي البعدي. حتى يخرج الموقف تصدير وعلى حركة للمواقع ولا شي صافحات. لا تصدير قبلي قبل منتج الموقف. التصدير عبر الآليات والوسائي الممكنة لخلق نوع من التوازن وحماية المصارح استراتيجية المغربية. وشدد الأندرسي على أن الاستهداف الخارجي مهما بلغت قوته تبقى تأثيراته محدودة إذا كانت الجبهة الداخلية محصن. ها برافو ليك. ولكن الجبهة الداخلية كده. وقلنا برافو كانت إشارة ملكية وعلى. طب ها قد نتعصبه واو تاني. وقل بغوش نتعصبه. هو الملك من اللي قال تمتيل جبهة الداخلية. كان خاص تجي إجراءات بالعب المؤسسة الأخرى. يا الله حال جندي للعفو الملكي. يا لجنة للعفو. يا المسؤولين. خاصكم ديك ساكتوا نجدوا لائحة. وتحملوا مسؤوليتكم ماركو. البحث قادية بعدها في العفو الملكي. وخا غا نشرحها لبعض العدمين. بعض العدمين اللي قالهم على قد الحان مع الغب. لما يعني الملك بغي يعفوه. عنده صلاحية الملك. عنده صلاحيات. يلعف الملك يا لشي واحد. ردت واحد ما يرى الملك هدك. مزيان. ولا تشوفه من الزاوية السياسية. دا بانك كن الملك كن الملك كن مؤسسات وجنة للعفو كذا. كتوجد له تقارير كتقتار عليه. دا بتصور جنة للعفو مشلولة وما قدرش تقتار عليها. كيفيش الملك يعفو. عايقول هاد لجنة عباد الله هاد النس رخصوا ويمقاو في الحبس. هانا كنقول لكم تقويلات. اذا علش لان المؤسسات دي الدولة الدستورية ما اعطتنيش. بمعنى التابعة لدي هاد النس ميخرجوش. ايه خرجو برودش بالبلد البلاج كنها يتحمي سوريا. ماليك ولا اللي جنة للعفو والمؤسسات. احنا ما اقترح لاش. عايش كنقول لكم مؤسسات والتي عدنا في المغرب مشلولة عاجزة. لجنة للعفو. البرلمان الحزاب مشلولة. كل شي كتسنة. تخنن واحد لحظة سكون. المالك مؤسسة الأوروبية كتعيش رتيباك والمؤسسة هنا المبلاد عندنا صحفيين في الحبس والمديمية دمجت له العقوبة والمحروقات الدولة سهمت معنا والمتحانات ديال محمد دازوم زيانين والزوير ما كانش في المتحانات والفوارق الطبقية ما كانش في المغرير ويعودوا بالله والديون مؤسسة الأوروبية كتعيش رتيباك وتركيبها التنظيمية حيث أن الحركية غير الصحية التي تغتع في الأول الأخيرة داخل المؤسسة الأوروبية تسيئ إلى الصورة السياسية والمصداقية وأضاف أن استهداف المغرب المباشر وغير المباشر من داخل أرويق الأوروبية أبان مرة أخرى عن سهولة اختراق الهيئة التنظيمية المؤسسة الأوروبية والتأثير في قراراتها السياسية والتنظيمي طرف بعض أعضائها على حساب تنفيذ أجندة خارجية وتوجيهات هذا ما تتهمت عن الخطيرة الاختراق والأجندات وإحاءات بوجود وشيرا يقدر يدفع لنشيء يزيد عقد الوضع هذا المقالات في حالك وزاد بأن التسهل مع هذا النوع من الحملات الأوروبية ضد المصالح المغربية مش إلي أن يهدد الشراكة استراتيجية بين الرباط وبلوكسين إلا من يتحرك الضامير السياسي الحي وخالنا نقول لكم عشي حواجة أخوتي المغربة تبع هذا أوروبا كتعادينا بهذه الطريقة يوان قاطعوها كما قاطعنا إيران نقاطعوها كما قاطعنا إيران كما قاطعنا دول أخرى إلا كان هذا البرلمان الأوروبي اختار وكهدر المصالح المغربية وانتجها الموقف وخصنا ناخده موقف من أوروبا نقاطعوها جوج هذي الأم متحدة اللي احنا هذك المرة قدمنا لديه موقف أ Charles 20 هل عمش يعضو في الأم متحدة يوان قاطعوا هذا البرلمان الأوروبي وقاموا لأم أم متحدة اقلنا مستهدفين والعلم شو بوحدنا معدنا ما نديره بالأسرة الدولية معدنا ما نديره بالمجتمع الدولي بها ماعدنا ما نديره به احنا مستعدين فيه ودكوارا هذا على المنطق جوج شحل كناخدوط مساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي عيشة خيبة وحوي جيزوينا يا كنقولو عيشة خيبة وحوي جيزوينا ايو عيشة خيبة شكولي ساعدنا في هيئة الإنصاف المصالحة شكول صادقنا على هيئة نصاف المصالحة مش اتحاد أوروبي شكولي كده عمنا في إصلاح العدالة في تعريب في جميع الإصلاحات شحل تحال البرلمان الأوروبي شحل كاعتونا دي الفلوس شحل الدعم دينا واخا الديون الخارجية للمغرب شحل واصلة المؤسسة الأوروبية المرتبكة هي اللي وصلتنا الديون البولا حمراء شحلش واش البرلمان الأوروبي هو اللي يشرف على المتحانة المحامات بهذا التجاوزة اللي وقعت البرلمان الأوروبي دبال البرلمان الأوروبي احنا مزيانين وباخير الأمور عدنا زوينا احنا مستهدافين احنا مستهدافين صحفيين وكادا وما كانت شي مشكلة البرلمان الأوروبي هو اللي دير لنا هاد المشاكل كله اللي كان في المغرب يا كالأستاذ استاذ الخبراء عود ما نديروا واحد ندافعوا لبلادنا ولكن نديروا واحد النصح نديروا تقييم نقولوا هنا إياه وهنا لا أجي نقول لكم دبا في أوروبا كلها كنا شي دولة بحل المغرب فيها هاد الحجم ديال الكراه هاي اللي كان بين الصفحات والمواقع الإلكترونية السبال اللي كان في الأعراض والتنابوز والتشار تقول لي دولنا أوروبا احنا مختراقين مي جيتنا هالتقافة هاي اللي كان في صفحاتنا وفي مواقعنا نمشي ولدك مسكين المديمي دبا حالا حالا هيك حق الإنسان اخوتين المغرب المديمي هي تدمجوا للعقوبات ياك هادك المديمي باش كان تدمجوا للعقوبات تلا تدعوا هايش واحد يكون لاحظوا يكون داك الميل يعني مش يمحكم عانيهائيا انتهائيا حكم مبرم ما معنى حكم ما بقاش كي دونشي محكام هالتقاطي بغيت يندمج لك هذي عندك عامين مع 4 سنين غندمجهم لك عندك هالشرط المديمي عنده عنده عامين ونص وعنده عام ونص مزيان هالكبير شرط تاني شنو باش ندمجلك شنو الشرط تاني خاصتك تكون هاد العقوبة التانية اللي جات دخلت عني كنت تكون تباقي في المتابعة اللولة كنت تحاكم بقى عندك حكم عام وقاقت ماشي انتهائي عام وقاقت كنت دمجو لك هالكبير شو يجات ثالثة شنو هي كتكون العقوبات ماشي من نفس النوع مثلا القتل مع الخيانة الأمانة القدف مختلف كي دمجوهم مزيان عنده هو تشهير وعنده المسبل وحده الترابية اذا ها هو عنده هنا دونكم مختلفين زيل أعطيه الشرط الثاني حكم انتهائي عنده انتهائي سالم مرة شنو الشرط اللي عنده عام وثاني الثالث دخلت عليه الملف الثاني والملف اللول كان باقي كيدوز المحكامة نهار جوج مشاود فعلوا المحامي المسترى باشي يدمجو اش داروا لوف وصدخلوا الملف قاتلوا المحكامة مكيناش أوصول ديال الملف لا بعدد دخلوه سيمانة خرا سيمانة بلادنا في الحبس السيد داكيك يهضر على الترشيد الاعتقال السيد حسن العبد النبي يهضر على الاعتقال الدولي يهضر على حق الإنسان المسترى الجنائية كلها فيها حق الإنسان والرحمة والحب والحياة عارة نشوفوا الواقع والقضاء كدير في البلاد دمجه السيد مسكين يهضر على الحبس غير شاب مغربي ما مجووش ما والو دموز عميونس أي سالة عقوب أعطيه حقه دخلوا الملف المحامي اش دار بشها دغية كتب واش انت محامي مقاريش عاقولي وش مقاريش بلا حنا مععرفنش بشها دخل سيد الميش طار دخل الملف دارغا كادا وراح محكومنا جديش قلت الملف المحكمة قلت ما قلت ما عند دخلوا الملف السيمانة في المدولة قلت سيمانة السيمانة جريش دارو خرجوه قال لا سيد يخص ناعو تاني قالك أوصول الملف ما كناش كيفاش أصول سيروا جيبونا الأوصول شكل عايجيب الأوصول والنيابة العامة وانتي اللي عندك امتيزات السلطة العامة إذا كان النيابة عندها توجه رحيم وإنساني وحبيب رأى الباشار في الحبس السيد الوكيل العام وانت مداتيش النقد المديمي لف الملف لول لف التاني إذا انت شنو بغيتي مداتي لوش النقد يوانت اللي عندك عام تريفون عيات محكمة النقد تعطيك أوصول الملف الأوصول عدنك يكونوا مين أن نجيبهم أنا ما بغيش قاعس دي محامي داكسين هذا مواطن ما عندوش محامي هذا الإدماج للعقوبات في المغربة أخوتي المغربة غير منضمشي قاعدة في قانون المسترى الجنائية القانون الجنائي كي هدر ليه مجد حواية فصل 119 فصل 120 والله لقيته وفصل ولك كلمة في قانون المسترى الجنائية اللي هي اللي هي لكتنظم سير الجلسات والبعاكبات باش يبقى دي ما دي شي تحت سلطة القاضاء انت للمديمي وقلاست واشي نهار بقى جيبنا كيفاش أصول الميل دا بقى أنا مليكش كنت حاكم في كازا كنت عندي ربعة سنية تلسين دي العوكشة وعام دي الحسيمة الحكم دي الحسيمة شكو جابوا لي اللي محكامة ما جبتوا أنا أنا كنجاوب دا بقى محكامات مراكش هذا كالأصل جابتوا جاءت للحبس قالوا لي خرج سنية سنية تعطاوني ورقة صافي نفتها كاميرتي سيجيل اعتقال انت عاد تخرج نهارك تعطاوني تنفذوني حكم وعدك من الدخل سبع 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 وتسعين كتقولك صافي الحكم اللي كيتنفذ مكن نفذ وفوك الشكي واللي انتهاء مبرأ نفت وخرج واحد نار قاسه ربشومبر مهداوي تكلم من البعض سنية 14 سنية مالك النقد محكمة النقد نائب وكيل العام وشنو كانت من فوق بناء على الطراب نقد يتقدم السيد نائب وكيل العام وعليش ميشي نائبه مشات مرة تعد واحد المسؤول القضائي قلت له لاش قال لان ماشي أنا رأى واحد السيد وولد لكم هاتش ربكم تختصمون وتعرفو شنية تكون غذوز عقوبة ماشي ماشي لك يجيك النقل على شهد بنا كالحسب المديمي أنا حسب حيث عشت تخرج يكي واحد لعداء وكتلقا حقوق الإنسان والنيابة العامة ومع احترامي السيدة أنا مكان درش على السيداتي المؤسسات تصوى بيلي 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 شكي دلولك لأ لش هنجي لقنر أصول ديل الميرف وتجيبه من النيابة العامة الدولة تسهل الدولة تكون هذا توجيه حقوقي إنساني باش محكمة الأوروبية ما تدير نجال شي وانا دموست عقوبة هذا مجال خس تكون عند النيابة العامة موحامي ما يدخل فيه ولا الساجين محكمة النقد مليش كوك تحكم في الحكم اللخر وبوحدة تدير الإدماج بوحدة صافي قال عنده كده كل ميرف كله كستدر حكم واحد ولا تلغي صافي باش نسلعوا الوقت ده بقى أنا في ميرف دياري شووا شو نوقع هالح حسن تطل في حكم طلع الميرف للمحكمة ديال 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 ها هو النقد رجع شوفوا قودة النقد جميع لي خلوا ميرفات المغاربة هموا مع المهداوي حرر كتب جيب الموظفة السيجن جيب المهداوي يخرج المدير خدام السيجن رئيس المعقل خدام مهداوي خدام رجع المين في الدار بيدا شووا أخوتي المغاربة ما يقول لكم ما تشيره مهم خرجوا القودة ديال دار بيدا عادما قودة دار بيدا هدروا على ميرفات الكازا واللي بالملايين عادروا على المهداوي جيبوا المحامون ملقون يطرام يحضروا على المهداوي والأخر شنو كاينة مكناش ما يوفيد على أن الميرف يركازارها نهائي والسيد بحكي مرد يركز يدوك العام تشير كتابه الضبط وطبع ليا قال لك الحكم الحكم مش عارفية ربع علام فورقة مش حاجة ربع علام فدلم أنا معطال معديش ربع علام فدلم قطلب وتسعب طبع ربع علام فدلم باش تخلج قلوها وأيده إذن غرجع مش هالزمن القضائي ديال بحكماتنا قضاعش المحامون شوش حالك نضيعو دلورق والدوخة وكان قاو نضولو بحق علاش باش نعذبوا أحد الإنسان ساجين اللي خرج مطايب مقرمل حالنا برمديمين بسعب حوتين مغاربة ما غازيش نطور فهد شي هذا الله يدير شي تاوي ديال الخير كنشكركم وإلى اللقاء